يعني أنا كنت عاوز أسألك كمان عن الموت ولا سيما رح نتكلم من عبرانيين صاحة اثنين ليس تخدم التعبيرات الموت ولكن في مواضع عديدة الكتاب بعبر عن الموت مش الهلع والخوف والمعاناة والمأساة اللي بنشوفها ولكن بيتكلم بإصطلاحات بسميها رقاد بسميها نوم بسميها خلع مسكن يعني مسكن مؤقت ولكن مش فكرة الموت خروج لما يبطس جول وقتها خروج كأنه خرجوا نفس الكلمة التي استخدمت عن خروج بني إسرائيل من مصر خرجوا من المزالة والطينة والعبدية والموت بالنسبة للمؤمن خروج أو انطلاق دي بارتشر بحار أو رقاد أو راحة لأن الموت بالنسبة للمؤمن خلاص ما بقاش مخيف عشان تكويت مصبور 23 أيضا إذا صرت في وادي مش الموت ظل الموت الموت ما بقاش موجود بالنسبة للمسيح أبادة يعني أنا رأي لنا الحياة والخلوط بواسطة الإنجيل وموراء القبر مش مجهول وموراء القبر أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لأنه في عنا خلاص وفي عنا حياة أبدية وفي عنا ضمان ضمان للحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة